السلام عليكم مرحبا بكم كانت منا ان شاء الله تكونوا على خير وبخير اليوم جبت لكم الجديد هي المرزية ولكن في طنجية المرزية كانت جيد 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 لديدة وزوينة في طنجية ما كان نحتاجه لنقوم نقلبه في الحم شي طيب او لنجمره فيه في طنجية شبارك الله كي يجي مدقكم مدق الأعراس المناسبات نخليكم على المقادر في المقادر انا عندي هنا جوش كيلو ديال الحم كل واحد للكمية اللي بغي يدير انا هذا الحم ديال العجل واخديش الطرف ديال الملج ومالاحسن يكونوا طرفي كبار باش كي يجي المدق زوين وما كي يجبر سوش لنا الحم عدنا ثلاثة الفصوص ديال تمح كوكين مسكة حرة الملح بالنسبة للشوابيل عدنا الخارقوم عدنا سكين جبير البزار بيض رسل حانوش ومعي القاق ونص ديال القرفة عدنا زلافة ديال الزبيب هنا زلافة ديال اللوز انا زبيب هنا ديجة مرقة داف الماء اما اللوز جال الاخر عدنا وركم كي غنديل ليه وعدنا كاز دافي تيرا فيه الزعفراء الحر وهنا العسل باش نحليو المرزيه ديالنا كيف ما كنعرفو المرزيه كاش نمشاز بالحلاو والملوح ناخدو إناء باش نخلطو فيه المقدر ديالنا غندروا فيه اللحم ندروا فيه تشوما كلاشة ريوس ديال تشوما محكوكين هنا المسكة الحرة ديجة انا دارني طاحنه ديالها مع الغاز عفران وريشكم غير شكل دياله هنا كدير ناخدو العطرية ناخدو معلقة صغيرة ديال كون عامرة ديال سكين جبير كذلك ديال الخارقوم انا هنا استعملت الابزار البيض من الاحسر الابزار من كتروحش في اللحم خاصة عشان يكون المناسبات. انا اخد معلقة كبيرة اهنا ديال راس الحانوت اللي كتكون فيه هيق عقلة وكيف ما احنا عارفين كامل في المغرب. انا اخدتك معلقة ونص ديال القرفة اللي كتكون مطحونة. كيف ما كتشوفو غادي ناخدو هذك الكاس اللي فيه مسكة حرة والزعفران. انخلطوهم مزيان. اللي بغي يخلط بيدي كي خلط. انا من بعد غنخلطي بيديا. غنوريكم هنا غير الطريقة كيفاش. غنزيدو شيء زيت زيتون مع زيت الماء اذا انا هنا نخلطوهم بجوج. انخلطو ديك العناصر. من ما ندلوها بالليل ونطيبوها مع الصباح. او على الاخ نخليه واحد سعتين. باش كشروفين هذك العطريقة مزيان. وكيجين ما دق ديالو اه بنينو زوين. انا هنا يلا اللوز من بعد غادي نسلقو غادي ننقيه بحيد من القشرة ديالو. وغادي نقليه للتزين. والزبيب. والعسل غا نوريكم امتا غادي نضيفو المرزيه ديالنا. كيف ما كتشوفو غنخليه ذا بيرتاح. ومن بعد نوريكم. كغادي نطيبوه في طنجيه. كنت غا نسل الملح. الملح هنا غا ندير واحد نصب حلقة صغيرة. انا هنا عارفة عباري. حيت عارفين اللحم كيبغيش الملحة بالسفحة. كتبقات دغمير ديالو. من بعد ما خليت اللحم ديالي رتاح ناشت قريبا هات ساعتين. شن ساعتين ونص. كنناخدو طنجيه ديالنا. كندوله في ذاك اللحم. كيف ما قلت لكم الاحسن نكون اوترافي كبار. باش من انكاطب لنا اللحم كيبقى شاد شكل ديالو. كنست شو اذك اللحم بحل هكا. واللي بغا يدير قليل من جوش كيلو على حسب افراد الناس اللي كينين تبطر. واش قلال او لكتار. غنزيد ذاك العطرية اللي بقاش في داك اللباني ديالنا. وان بوريكم. كي غادي ندير الطنجيه شنسدها. هنا كيف ما كتشوفها هو اللحم ديالنا. هتك ريحات على العطرية اللي فيه هي السلام مش حد زوينة. كيف ما قلت لكم زيبيب والعسل. من بعد حد غادي نضيفه. كذلك اللوز ديما كيبقى لتزين. تبقى غادي نسد طنجيه غنزيد فيها تقريبا وحد نص كاس ديال العنبه. انا احنا حت عارفة العبار. ونزيد كذلك الزيت. زوينة في هاتطنجيه انك ما كتحتاجيش بحل كوكوت او القاملات غايت تقلبي كل مرة في الحم يعني كتسد عليها. مرة مرة كتحركها هتها كالطيب. وكيتحمر كعطا لك اللون ديالو. بلا ما تحمره هيك في مكن دي رحنا كنجبدوه كنحمره او لا كنخليه مدة حت كتحمر. هي بوحدة كتحمره لنا وكتخليه لنا مدغمر. والمعداق زوين بزاف. صارة حجربوها ما غاديش تندموك. كتسحق تجريبه. يعني كتوحد المعداق بحي المعداق المناسبة جو الاعراض. يعني اللي داقوه ما هيقولش هدرة طيفة مجيه. يعني شي حاجي اللي هي صرحة رائعة. كيف ما كتشوفوه الطريقة هنا كنسدوها بالخيطة. والاحسن كيكون خيط غدائي اللي كنستعملوه في المطبخ. كالويدوك الجناب ديال ورق الزبدة باش ما يتحرقوش لنا. هل هات شكل. ونضيفو عليه الاليمينيوم. باش كاش بقاشا دياليك الحرارة. هل هات شكل هذا. دائما كنقول لكم لما باش ديال الاليمينيوم يندير ورق الزبدة يدير فوقو الشلاطة يكون ديال الحديد. طبع انا نكون نتيجة انا مسخنا الفرن ديالي عميوت مينين داراجة. ونخلاتها كالطيب على خطرها. اشتركي كدشي. انا بغن اخشاف الفرران. ونطلقوه من بعد باش نوريكم امسا قنضيفو الزبيب والعسل وباقي اضافات اخرين انا نوريهم ليكم. من البعد داست عليها واحد ساعة. هانتو هنشوفو. هاي يشوفو تبارك الله واحد رائحة كتشهيزوين وشوفو اللون ديال الحم ديالنكي ولا هانتو هنشوفو. رائح صراحة مما ذاق زوين بزاف. انا هنا غنضيفو حد معلقة كبيرة عسمن. وبصلة مشالله. واحد باديان وعود ديال القرفة وزبيب لي قديجة غازله. اشقول لي علاش ما يدرشيش في الاول بصلة والسمن. حيش كون نضيفناها في الاول البصلة كتشرب لنا شوية للعطرية ديالة ديال اللحم. انا ما كنضيفهاش باش للحم كتشرب اذيك العطرية. وكذلك السمن كيف قد شوية لما داق دياله. فهد المرحلة التانية قاعد كنضيفهم. كنضيف هنا يزبيب كي قلت لكم اللي يكونوا ديجة مرقتين وغاسلينهم زيان. وغنضيف الباديانة وهدك العود ديال ديال القرفة. اللي كعطو الصراحة واحد لما داق جا هو زوين. هنا حركت شوية زيبيب والبصلة ودك السمن. اه ونضيف هنا الباديانة والقرفة. شوكي كي يجيب حل هاكا. وغادي نضيف العسل. كل كيلو الحم كنديل فيه معي القاو نص ديال ديال العسل. تقدرو تعودوا العسل بلا سكار. هانتم كيك تشوفوا. انا هناك قريبا نقول وحد تلاشت لما المعالق بار ديال العسل. لي درج. يعني من الاحسن مش كتشروش كيف ما قلت لكم كل كيلو معالقة كبيرة ونص ديال العسل باش كي يجي لمادق ديال الحلاوة والملوحة. هو هادك. تابا ان شاء الله غادي نستطنجية ديالنا. انا غا نوريكم. ارجح الفرن طيب لينا. هانتم مانستيطنجية. انا دفعا نخشاها بالقران. كيف ما كتشوفوا مرة مرة نجبدوها ما نعريوها عشان شدوها ونحركوها. ونرجعوها الفرن. من بعد ما طاب تنجية كيف ما كتشوفوا اللي هي المروزية بتنجية شوفوا اللون يا سلام شوف ما من تنجية التبسيل تبارك الله اللون رائع وقد جيم دغم راه شوفوا الدغميرة ديالت اللون فيه كدير. انا قدمت هنا مع الدلاح وعسر ديال البانان والحامض. شوف تبارك الله كي كتجي صراحة ما داق ولا اروع. يعني كن يقول لكم داك شي ديال المناسبة والاعرس. اللي داقها ما يقول شوش طيبة فطنجية يعني. يا سلام يا سلام. في الصراحة رائعة. هنا قطعت لكم باش تشوفوها كي كا جيفتية للحم كي كا طيب وبصحة والراحة وكنت منها تجربوها. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.